شبكات العناكب كلها لا تتبع التصميم نفسه هذه الشباك ضخمة تغطي الأشجار بأكملها لكنها ليست عمل عن كبوت واحد بل نتاج مجهود هائل قامت به مستعمرة العناكب كلها تمت أكثر من 30 ألف نوع من العناكب لكن عشرات منها تعيش في مجموعات متعاونة يمكن لهذا العنكبوت القتل منفردا لكنه بحاجة إلى المساعدة عند استياده حشرة بضعفاء حجمه الفريسة الكبيرة تتطلب تعاونا تمسك عناكب عديدة بالضحية المكافحة في حين يقوم عن كبوت واحد بقتلها انظر إلى الوضعية التي يتخذها لتسديد ضربته القادية استراتيجية الصيد هذه فعالة جدا وهي تشبه الخطة التي تتبعها الأسود أكثر منها العناكب في كل الحالتين ما يهم هو العدد قد تضم مستعمرات العناكب هذه المئات منها وحتى عشرات الآلاف فتحوك مجتمعة في خاخ الموت فوق الأنهر وداخل الغابات حين تكون بهذا الحجم من الأفضل جمع الجهود لتبقي على حظوذك في لعبة الحياة والموت نحلة العسل هي من أكثر الحيوانات المعروفة بتعاونها إلا أن بعض الحيوانات المفترسة تفضل افتراس نحلة منفردة الشبكة المخروطية الشكل المنسوجة في حفرة في الحائط تشكل فخا كذلك تخرج خطوط طويلة حيث ينتظر الحيوان المفترس إنه عنكبوت السيجستريا بشبكته المخروطية الشكل وها هي نحلة تغط على الحائط وتعلق في الشباك وفيما تكافح لتتحرر من الخيوط المميتة تبعث بذبذبات إلى وسط الشبكة ذبذبات ينتظرها عنكبوت السيجستريا بنابه السام الذي يستعمله للهجوم يخرج من الحفرة لتفقد الوضع لا مفر للنحلة يعود العنكبوت إلى شبكته حاملا جائزته تعلق الإبرة سلاح النحلة الوحيد في الشبكة وتنتزع من بطنها بينما يجرها العنكبوت كل ما بقي للسيجستريا حقن العصائر الهاضمة في النحلة العاجزة وامتصاص العصارة فتنضم جيفة النحلة إلى الضحايا السابقة قد تبدو هذه الشبكة غير مرتبة وغير منظمة لكن المظاهر تخدع فهي محاكة لتفترس إنه فخ عنكبوت الأرملت السوداء القاتلة كما عنكبوت السيجستريا تنتظر الأرملت السوداء في الظل ذبذبات من الضحية المقاومة حتى العقرب ليس بكبير بالنسبة إلى خيوط بيت الأرملت السوداء أطلقت مقاومة العقرب الإنذار وهو العنكبوت في طريقه إلى جائزته فيما يقاوم العقرب تلفه خيوط العنكبوت أكثر فأكثر لكن لديه سلاح رائع اللسعة السامة لسعة الأرملت السوداء مميتة إذ يشل البروتين في سومها أعصاب الضحية ما إن يخترق أغشيتها وبالرغم من أن سم الأرملت السوداء أقوى بخمس عشرة مرة من الأفعى إلا أن عليها أن تقترب بحذر من العقرب مستهدفة أولا كماشتي الضحية الخطيرتين تفاديا لأي هجوم محتمل وذلك قبل أن تركز على ذيله السام وبعد أن تحرص على شل حركته تبدأ هجومها شبكات العناكب هي حتما أفخاخ الموت الأجمل في الطبيعة أحياناً تستعمل الشباك للإيقاع بالضحايا بطريقة لافتة هذه الخنفساء هالكة لا محالة لا مجال للهرب من الشبكة التي يحوكها العنكبوت الرامي ففي حين يتدل هذا الكائن الليلي الغريب رأساً على عقب يبدأ بنزج شبكة يستعد لرميها على الضحايا المرة على الرغم من أعينها المتعددة فأن لمعظم العناكب رؤية سيئة لكن العنكبوت الرامي قادر على الرؤية في الظلمة ما يمكنه من ملاحقة فريسته تحته إنه يوازن الشبكة بين قائمتيه الأماميتين وينتظر من المهم البدء بالهجوم في الوقت المناسب التوقيت هو الأهم في هذه اللعبة موسيقى لنشاهد هذا مجدداً موسيقى ماء تعلق فإن مقاومتها ستزيد الأمر سوءاً ويشرع العنكبوت بتغليف الضحية بشرنقة حريرية موسيقى خلال ذلك يحقن النملة بالسم ما يضعفها لتبدأ عملية الهضم موسيقى يبدو جلياً من هو الأقوى في سباق الموت هذا موسيقى لعنكبوت واحد السمعة الأسوأ بين العناكب الأخرى الرتيلا موسيقى هذا العنكبوت لا يزعج نفسه بالشباك بل يصطاد فريسته في العراء خلال الليل هذه الخنفساء الصغيرة لا تشكل تحدياً بالنسبة إلى الرتيلا موسيقى وكذلك هي الحال بالنسبة إلى هذا الدبور هذه الأنثى تستعد لوضع بيضها وجدت خيطاناً حول جحر الرتيلا موسيقى وجدت خيطاناً حول جحر الرتيلا وها هي تزيلها لتتفقد الوضع موسيقى حتماً هذه ليست مبارزة عادلة لكن الرتيلا هي التي تفر فأنثى الدبور تعتزم وضع بيضها في جسمها لكن عليها أن تتجنب أنياب العنكبوت السامة قبل أن تلسعها وتشل لها حركتها على أنثى الدبور أن تنتظر اللحظة المناسبة لتطلق سهامها وتبلغ بطن العنكبوت الليّن موسيقى ها قد نجحت أخيراً تبتعد أنثى الدبور في انتظار أن يبدأ مفعول لسعتها موسيقى سرعان ما تقع الرتيلا عجزة عن التقدم أكثر لكنها لا تموت موسيقى موسيقى مع أن تتوقف الضحية عن الحراك تعود أنثى الدبور أدراجها لتأخذ جائزتها موسيقى لكن لم ينتهي الصراع بعد ما زال عليها وضع بيضها داخل بطن الرتيلا لتشدها لاحقاً بحجمها الكبير إلى جحرها موسيقى ترمي بجسم العنكبوت في الحفرة دافعة إياه إلى آخر الجحر لن تأكل أنثى الدبور الرتيلا بل ستحتفظ بها لليرقات التي ستفقس من البيود ستلتف اليرقات حول أعضاء العنكبوت الحيوية ليبقى على قيد الحياة أطول وقت ممكن وهكذا يتأرجح بين الحياة والموت حوالي شهر القتلة الطفيلية رائجة أكثر مما نتصور هذا هو الدبور الطفيلي الصغير تقضي استراتيجيته بمطردة الدعسوقة لتأمين بقاء الأجيال القادمة منه موسيقى حجم الدبور صغير جدا فلا تلحظ الدعسوقة الخطر المحدقة بها موسيقى تختار أنثى الدبور مكانا مناسبا لغرز حامل البيض في بطن الدعسوقة وتضع فيه بيضة واحدة موسيقى بعد أتمام المهمة ترحل موسيقى الدعسوقة غير مدركة لما يحصل وتتابع حياتها موسيقى ما هي ألا لحظات حتى تبدأ الأمور بالتغير تفقص البيضة لتخرج أيارقة فمها مجهز بأجزاء حد تمكنها من التهام الدعسوقة من الداخل وهي بدورها تحرص على البقاء بعيدة عن أعضائها الحاوية فلا تلتهم إلا الدهون والغدد التناسلية موسيقى لاحقا تحاط لرقة بشرنقة واقية وتصبح جاهزة للخروج من بطن الضحية موسيقى موسيقى ما عادت الدعسوقة قادرة على إنقاذ نفسها موسيقى التهمت اليراقة الأعصاب الستة التي تتحكم بقوائم الدعسوقة ما جعلها مشلولة تماما موسيقى موسيقى في القوقعة تكون اليراقة بمأمن عن الكائنات المفترسة ذلك أن الدعسوقة بقشرتها الزاهية الألوان والقاسية تبقى من دون حراك موسيقى وآخيرا أصبح صغير الدبور جاهزا للخروج موسيقى موسيقى وأخيرا ماتت الدعسوقة فصغير الدبور ما عاد بحاجة إلى جيفتها موسيقى إذا أردت الحرص على استمرار الأجيال القادمة أن تكون تفايليا كهذا الدبور هو أحد أفضل الاستراتيجيات المتبعة للقتل موسيقى بعد قليل هذا القاتل الرائع يبحث عن فريزا إنه السرعوف المفترس موسيقى موسيقى اليد البشرية أقوى أدات لدى الإنسان لاستكشاف العالم من حولنا استخدموها بكل إمكانياتها ناشنال جيوغرافيك أبوظبي تضع عالما من المعرفة بين أيديكم احصلوا على آخر الأفلام والمعلومات عن برامجكم المفضلة مجانا مع النتجيو تي في آب موسيقى موسيقى موسيقى